يا من أنهته الدنيا الدنيا ذلك طيب العابر الدنيا مضل الزائل الدنيا دار الغرور الدنيا ومنزل الأحزام ذلك طيب العابر الدنيا مضل الزائل الدنيا دار الغرور الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اليوم سنأخذ أول حديث من كتاب رياض الصالحين للإمام الحافظ المحدث أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله ابن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القراشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إماماء المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهم الذين هما أصح الكتب المصنفة فهذا الحديث قال عنه العلماء أنه ينبغي لكل من يريد أن يؤلف كتابا أو يسنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث حتى يكون ذكر هذا الحديث تنبيها لطالب العلم على تسعيه النية بحيث قبل أن يبدأ في قراءة هذا الكتاب يصحح أولا نيته فهذا الحديث يرويه أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كناه بأبي حفص كما هو يذكر في بعض الروايات وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل في الإسلام بعد أربعين رجلا وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فاستجاب الله دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفق عمر رضي الله تعالى عنه حتى قبل الإسلام ولا شك أن إسلامه كان عزا للمسلمين فهذا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات أي كمال الأعمال أو صحة الأعمال بما ينويه الإنسان ماذا ينوي الإنسان من قيامه بهذا العمل وإنما لكل مرء ما نوى الله سبحانه وتعالى لا يجازي على العمل فحسب لا يجازي على العمل فحسب وإنما يجازي على قصد الإنسان ونيته إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشر الله تعالى يرى إلى نية الإنسان ماذا ينوي هذا الإنسان من قيامه بهذا العمل مثلا إنسان صدر منه عمل وهو لم ينوي شيئا فهذا لا يجازي لا يعامل وإنما الله تعالى يريد منه النية إذا كانت نية صالحة أو نية حسنة الله تعالى يجازيه يجازيه حسب نيته وإن كانت نية سيئة أو نية فاسدة فيجازى كما كانت نيته فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات العمل لا يعد عملا إلا بالنية العمل لا يعد عملا لا يعتبر شرعا عملا إلا بالنية إنسان أولا ينوي وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الذي يهاجر من مكة إلى المدينة إلى الله ورسوله فقط هذه الهجرة لا يريد بها سوى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله شرعا كذلك الله تعالى سيكتب له هذه الهجرة بنفس الطريقة كما هو أراد أو كما قصد ولكن من كانت هجرته لدنيا يسيبها هو هجر مثل المهاجرين الآخرين ولكن كانت عنده نية حتى يحصل على المال أو كانت عنده نية أنه سيتزوج بإمرأة هناك فهجرته إلى ما هاجر إليه الله تعالى يعني لا يجازيه على هذه الهجرة إلا حسب نيته لأنه إذا أراد المال فيمكن يجد المال وإذا أراد الزواج يمكن يتزوج لو قدر الله له هذا يمكن أن يحصل عليه لكن بسبب هذه الهجرة لن يجد أجر من هاجر إلى الله ورسوله فقط ولذلك الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى هو يقول عندما سئل عن رجل هو هاجر يريد أن يهاجر أو أي عمل آخر يريد أن يهاجر مثلا إلى الله ورسوله كذلك ويريد الزواج بالمرأة كذلك يعني قد أجمع بين الشيئين فماذا عليه ماذا له فهو يجيب ويقول يقول هذا لا شك أن هجرته مقبولة لأنه هجرته لم يهاجر إلا إلى الله وإلى الرسول ولكن هذا يعني يكون جزاؤه أقل من من الذي هاجر فقط إلى الله وإلى رسوله ويعني لم يضف إليه شيئا آخر من أمور الدنيا فالمهم أن ينبغي للإنسان عندما يقوم بعمل أو أي عمل كان فلابد أن يسحح نيته أولا وعلى الإنسان أن يتبع نيته لأنه صعب جدا تتبع النية إنسان أحيانا دون أن يشعر ولكنه يقوم بعمل يعني رياءا أو هناك نوايا أخرى كثيرة جدا التي نهانا الشروع عنه فلذلك ينبغي لنا جميعا أن نصحح نيتنا ونسأل الله تعالى أن يجعل كل عمل من أعمالنا خالصا لله تعالى وحدا بحيث لا نشرك به أحدا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين رحمتك يا أرحم الراحم